مرحبا وقع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية مع فرنسا بانك اتفاقية تعاون لمنح فرنسا بانك خط لتمويل التجارة بخمسين مليون دولار كخطوة أولى بإطار دعم البنك الأوروبي للتجارة الدولية بلبنان وبموجبها الاتفاقية بيكون فرنسا بانك اللي بيحتل المرتبة الثالثة بين المصارف اللبنانية لجهة حجم تسليفاته أول مصرف لبناني بينضم لبرنامج تيسير التجارة اللي بينفذوا البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية هي خطوة تاريخية لأن توقيع اتفاقية خط تمويل التجاري بقيمة خمسين مليون دولار أمريكي بين مؤسستينا يأتي بعد ستة أشهر من انضمام لبنان إلى البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية كدولة مستفيدة من استثماراته في إطار استراتيجية مصرفنا للتنمية الخضراء سوف نعلن قريبا عن إصدار أول جزء من سندات خضراء بقيمة ستين مليون دولار أمريكي ضمن برنامج شامل بقيمة مئة وخمسين مليون دولار أمريكي وسيتم تخصيص هذه الأموال بالكامل لتمويل مشاريع في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كشف النائب إبراهيم كانعان عن بعض التفاصيل بموازنة الـ 2018 أبرزة أن خدمة الدين ستوصل إلى أكثر من 5.3 مليار دولار بوقت الرواتب والتقاعد وتعويض نهاية الخدمة تتخطى الـ 6 مليار دولار سنويا يضاف إلى عجز الكهرباء بـ 1.4 مليار دولار أي أن الدولة بدأت بإنفاق بيوصل إلى 14 مليار دولار قبل ما تقوم بأي عمل أو إنفاق استثماري وعلى صعيدة الأبنية المؤجرة لوصلة كلفتها عام 2017 إلى 114 مليار ليرة سنويا تمت التوصية بإنشاء مجمع حكومة بضم الإدارات بـ 500 مليون دولار وهي كلفة بتوازي بدل إيجار إلى 6 سنوات وعن الدين العام فوصل إلى 79 مليار دولار منتبع لبنانيا أكد مدير عام المؤسسة العامة للإسكين روني لحود أن كل القروض اللي حصلت على موافقة مسبقة قبل 15 أدار ستقر ابتداء من اليوم وأكد أنه لن يتوقف عن أعطاء قروض سكنية بهالفترة أو التوقف عن أعطاء قروض سكنية بهالفترة هو نهائي ولكن اللي حصلت على الموافقة المسبقة رح تحصل على الأموال المخصصة إلى بانتظار حلول أخرى إلى جولة الأسواء بدها من بيروت استقرار ببيروت نهاية الأسبوع والأسواء الخليجية مغلقة لعطلة نهاية الأسبوع اردي فيها بأوروبا ولكن التدولات الأسبوعية كانت سلبية بظل المخاوف عموما من حرب تجارية عالمية بالضرب مصالح الشركات أما بوالستريت فدعم من أسهم قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية مع تقييم المستثمرين للاضطرابات اللي عم تشهد إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى السلع ارتفاع الدولار عم يضغط على الدهب أما النفط فعم بيواصل ارتفاعاته بعد توقعات بارتفاع الطلب خلال العام 2018 والدولار عم بينهي الأسبوع على ارتفاع بعد ما استفاد من بيانات اقتصادية أمريكية قوية واليورو دولار مع نهاية الأسبوع دون الواحد تلاتة وعشرين عند وحد اتنين وعشرين تسعة وثمانين نهاية جولتنا الاقتصادية وعطلة نهاية أسبوع سعيدة ترجمة نانسي قنقر